والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال وامير نايفب شكرا صحر شكرا يوسف والآن مشاهدين جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا موسيقى استقبلت الله هيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفيرة اليابانية بالقاهرة أوكا هيروشي ووفدا رفيع المستوى من لجنة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة بمجلس النواب اليابانية يأتي ذلك في إطار رغبة وفد مجلس النواب اليابانية في تعزيز التعاون في مجالات النقل والسياحة وتطوير البنية التحتية وتعرف عن قرب عن جهود المنطقة الاقتصادية في سبيل تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على جنبي المجرى الملاحية للقناة نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على منصاته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي سلسلة من الانفوغرافات حول خطوات دعم الصناعة الإلكترونية وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاستراد وزيادة التصدير صناعة الهواتف المحمولة نمو كبير يخرج من رحم توصيات المؤتمر الاقتصادي في اكتوبر الفين واثنين وعشرين خرج المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته مصر بحضور الف ومائتين من المستثمرين والخبراء ورجال الاعمال وغيرهم بمائة وخمسة وعشرين توصية لزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري على ان يتم تحويل تلك التوصيات الى تشريعات وقرارات وهو ما تحقق بالفعل في مجال صناعة الهواتف المحمولة فبينما نص البند رقم احد عشر من توصيات المؤتمر الاقتصادي على تبني سياسات ضربية وجمركية اكثر تحفيزا للانتاج والتصدير جاء اقرار الدولة في مارس الماضي لاعفاء الشركات المصنعة للهواتف المحمولة وملحقتها من رسم تنمية الموارد المالية للدولة لتصل قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على بعض مكونات انتاج الهاتف المحمول الى صفر في المائة تقريبا وهو الامر الذي يؤكد الحرص على تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي وتوطين صناعة الهاتف المحمول في مصر في الوقت نفسه خاصة في ظل الشراكات الكبرى التي عقدتها مصر خلال الفترة الماضية مع كبرى الشركات العالمية لدخول عصر تصنيع الهاتف المحمول وتصديره من مصر وذلك بشرط ان لا يقل المكون المحلي عن 40% من اجمال مكونات المنتج وهي الاجراءات التي لفتت نظر الاعلام الصيني ومجتمع الاعمال في بيكين ايضا خاصة بعد ان اشارت صحيفة جلوبال تايمز الصينية الى ان مصر تمتلك فرصة رائدة لان تكون سوقا بديلا لأسواق اسيوية كبرى امام الشركات الصينية لتحقق المزيد من الارادات وتشغيل المشروعات وهو ما يرسم صورة اكثر وضوحا لنظرة العالم لما يجري على ارض مصر من تنمية تسير وفق خطوات لافتة في اسواق المالي الخليجية اغلق المؤشر القطري على ارتفاع بنسبة تقدر بخمسة من عشر بالمئة مدعوما بارتفاع اسعار النفطة ليوصل مكاسبه للجلسة ثامنة على التوالي واغلق المؤشر السعودية مستقرا بعدما سجل اعلى مستوى في ثمانية اشهر الاسبوع الماضي كما ارتفعت اسعار النفطة وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج بنحو اثنين بالمئة في آخر تداولاتها لتسجل ما كسب للأسبوع الرابع على التوالي كشفت احصاءات رسمية عن تسارع النمو في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يونيو لعام الفين وثلاثة وعشرين واشرت الاحصاءات الى ان عدد المؤسسات الصغيرة تجاوزت تسعة وثمانين الف مؤسسة بينما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة اربعة عشر الف مؤسسة فحين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة اكثر من الف مؤسسة ذكرت وكالة بلومبرغ ان شركة كهرباء فرنسا تتوقع ارتفاعا تدريجيا في الانتاج النووي بعد تراجعه العام الماضي بسبب الانقطعات المطولة في الكهرباء الناجمة عن الضغط في بعض المصانع واكدت شركة الفرنسية ان انتاجها من الطاقة النووية يمكن ان يرتفع مرة اخرى الى ثلاثمائة وخمسين تيراوات ساعة بحلول عام الفين وخمسة وعشرين هذا وتخطط فرنسا لبناء ستة مفاعلات نووية جديدة بتكلفة تصل الى خمسين مليار يورو انتهت اخبار الاقتصاد والعودة اليكم يوسف وصحر شكرا لك مرنا